السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم يا شباب عاملين ايه? اتمنى ان انت تكونوا بافضل حال وقتم صحة. وعارف ان الواحد مأثر في حقكم. ان الواحد المفترض ان هو كان يعمل تعليقه على ارعي الدورة. ابطال اوروبا. وعلى الاخبار اللي بيمر بها منشستر رونيتد. لكن انا الاسبوع اللي فات او الفترة العشر تيام اللي فاتت. كنت مسافر ما كنتش موجود في بيتي اصلا. ولما رجعت طبعا. الحمد لله اه خد دور برد. ربنا كرمني بدور برد. فخلاني مش قادر اتحرك مسيرين ويمكن ما اثر على صوتي حتى الان. ولكننا احسن حالا من اللي بيحصل في انجلترا حاليا بعيد عننا وعنكم ويبعد عننا وعنكم كل شر. فخلينا نقش كده في الموضوع على طول منشستر رونيتد الفترة اللي فاتت حصلت فيه حاجات كتير. اكيد انت عرفتها واكيد تسمعت عنها وانا مش جاي هنا عشان اقول لك الاخبار اللي حصلت مع مانشستر رونيتد ولكن جايين نعلق على الاخبار اللي حصلت مع مانشستر رونيتد. بداية من موضوع اه الكورونا واني مباريات تتأجل الفريق مرورا بقرع الدورة ابتال اوروبا والغلط اللي حصل فيها الى اني في لعيبة حاليا عايزة تخرج من مانشستر رونيتد وممكن يكون في حكم المؤكد كمان انها هتخرج من مانشستر رونيتد في يناير الجاي. فالله بينا دوس لايك للفيديو واشتراك في القناة وتعالوا ندردش مع بعض شوية في الاسبوع الاخباري بتاع مانشستر رونيتد. خلينا نبتدي من اخر حاجة وهي خروج بعض اللعيبة من مانشستر يونيتد. حتى الان فيه تلات لعيبة فيه كلام عليهم في مانشستر رونيتد ان هم في يناير الجاي غالبا حيرحلوا من مانشستر يونيتد. اول لعب فيهم هو جيسي لينجارد. جيسي لينجارد لحد الان المفاوضات معه ما بينه ما بين مانشستر بتوصل لحاقة صدع وبتوصل لطريق مزدود. فبالتالي هو الراجل عايز يفكر ان هو يمشي في نهاية الصيف. لكن في اخبار بتقولك ان في بعض الاندية الانجليزية منهم نيوك كاسل مع القيادة الجديدة بتاعته مهتمين بجيسي لينجارد واني مانشستر يونيتد حاطت مبلغ عشرين مليون استرليني لللاعب ده للانتقال. ولو تيجي تسألني هقولك بالنسبة لجيسي لينجارد احنا مش عارفين نستفيد منه حتى لما بنلاعب وما بنلاقيش منه افادة اصلا. فبالتالي بيع اللاعب ده تأخر جدا 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 بالنسبة لمنشستر رونيتد لاني بالنسبة لي واضح ان جيسي لينجارد لاعب فرق متوسطة يقدر يقدي بفرقة زي واستهام يقدر يطلع بحاجة في الفرق دي لكنه يتحمل ضغط او يتحمل فريق زي منشستر رونيتد صعبة شوية ان هو يتحمل الموضوع ده واحنا بصراحة مش عايزين نقعد نقول كل شوية ان نجم الصاعد جيسي لينجارد اعتقد ان هو احسن لي واحسن لينا ان هو يشوف مصيره في حتة تاني اللاعب التاني بقى ده غالبا في حكم المؤكد ان هو خلاص عايز يترك مانشستر رونيتد هو انتوني مارسيال وانا عارف ان الناس كتير هتفرح بالخبر ده عندك طبعا وكيل انتوني مارسيال قالك الوضع في مانشستر ما ينفعش اللاعب ما بيلعبش فبالتالي احنا محتاجين ان احنا نغير الاجواء على طول ان احنا يجي لنا عقد ان ان انت تشوف حالك في مكان تاني او يعني اعارة في مكان تاني وبعد كده برضو يبقى فيه خروج ازا ما كانش فيه استمرارية في اللاعب بالنسبة لمنشستر رونيتد وبصراحة هقول له مع السلامة والقلب دعيلك ولكن في مشكلة بسيطة بالنسبة لي مع مارسيال وممكن بسببها اقولك ان مارسيال ما يخرجش في يناير هتقول لي ايه المشكلة هقولك المشكلة في اللاعب التالت اللي هو حاليا عايزين وبره ومحتاجين ان هو يخرج طبعا بالنسبة للمارسيال فهو مقلوب في اليوفنتوس على سبيل الاعارة ومقلوب في نيو كاسل ايضا لان نيو كاسل محتاج ان هو يجدد ومش معقولة ان حاليا بيتباع النادي وحتى الان لسه في مراكز الهبوط لا عايزين ان احنا يحصل قفرة وان هو يبقى في الدوري الانجليزي الممتاز عشان يقدروا في المواسم اللي جاية يدعمه النادي ده بحيس ان هو يكون منافس على الدوري الانجليزي الممتاز طبعا المبلغ المطلوب من منشستر لونيتد هو تلاتين مليون ستيرليني حسب الاخبار ولكن الاخبار بتقولك ان منشستر لونيتد ممكن يوافق على اعارة اكتر ما انه يوافق طبعا على البيع النهائي لكن زي ما قلت لك فيه مشكلة واحدة بالنسبة لي وهي المشكلة في اللاعب التالت اللاعب التالت هو كفاني كفاني مطلوب في برشلونة كفاني ايضا هو حابب وعايز يروح يلعب في برشلونة خصوصا ان هو شايف وقته في منشستر لونيتد ما بياخدش الوقت الكبير وان كان كفاني اغلبية الوقت بيكون مصاب عندنا في منشستر لونيتد لكن المشكلة البسيطة ان برشلونة بقي نادي يعني نادي تبرعات بصراحة انا بقيت اشفق على هذا النادي الكبير وعلى جماهيره ليه لان برشلونة طالب من كفاني ان هو يحاول يخلص عقده مع منشستر لونيتد بالانهاء يعني ان احنا ننهيه بالتراضي ان هو ما يبقاش فيه مقابل مادي برشلونة يدفعه لمنشستر لونيتد عشان ياخد كفاني ومنشستر لونيتد حتى الان الفكرة دي مش مستهوية ان هو انا انهي عقد لاعب عندي بالتراضي عشان يروح لنادي تاني ولكن حتى الان لسه الموضوع يعني يعتبر مغيم موضوع ما يعتبرش ان هو واضح ولكن فيه كلام على كفاني ايه المشكلة بقى المشكلة ان انت تطلع كفاني وتطلع معاهم مارسيال كمان وتطلع معا مارسيال فانت كده بتفضي مركز الهجوم هل هتعتمد فقط على كريستيان ورونالدو هل هتعتمد على جرين وود ان هو يكون البديل اعتقد ان انت محتاج لاعب تاني يكون موجود في المكان ده وان هو تدعم بالمركز ده هنشوف ايه اللي هيحصل في الشتوية ولكن دول التلات لعيبة اللي غالبا هم في الشتاء اللي جاي هيرحلوا عن منشستر لونيتد طبعا الاخبار طلعت وقالت لك ان منشستر لونيتد محتاج تيمو فيرنر محتاج ايرلينج هالاند ان هو عشان يسد المنطقة دي لو تيجي تسألني اقولك طيب انا ليه هروح ادفع مبلغ غالي مبلغ غالي في لاعب انا ممكن اشوف ان هو مش مفيد ليا زي تيمو فيرنر تيمو فيرنر ما نجحش في تشيلسي ما تعقلمش مع الدور الانجليزي حتى الان وان كان هو لعب قبل كده تحت ايد رالف والراجل عارفه كويس في لايبزيك وممكن يقدر يطلع منه حاجة ما حدش يقدر يقول يعني او ينكر ده ولكن ليه اروح اكفع مبلغ عالي في لاعب زي ده وبعد كده اجي السنة اللي بعدها ولا بعدها بسنة واقول انا محتاج لسه مهاجم تاني محتاج ان انا احط حد في الهجوم خصوصا ان تيمو فيرنر ان انت تعتمد عليه كمهاجم رئيسي بالنسبة لك او كمهاجم اساسي او ان هو يشيل الهجوم لوحده او بمعنى اصح رقب 9 صعب الراجل يقدر يقدي لك موضوع الجناح كويس جدا الراجل يقدر يقدي لك الشادو سترايكر او التسعة ونص او المهاجم التاني كويسة جدا ولكن انت محتاج مهاجم اساسي لان رونالدو السنة دي السنة الجاية وخلاص على كده شطبنا انت محتاج حد يستلم منه المكان ده الكلام على طبعا هالند هالند اكيد زي ما بيقولوا كده هو الكيكة بتاعة دورتموند كل الناس بصلوا كل الناس محتاجة ان تجيب هالند كله عايز يجيب هالند اي فريق تبصله هيقولك الهجوم عنده محتاج هالند فاكيد الصراع عليه حيكون صعب جدا انت لسه ليك مشاكلك مع مينو رايولا فهل هو هيقدر يسهل لك الموضوع ده او هيبقى في صدام ما بين مانشستر رونالدو رايولا فبالتالي حيوقف في الصفقة وان الراجل يبص برا خصوصا ان الراجل لما الاناب بيتكلم على الموكلين بتوعهم ما ذكرش اسم من الفرق المحتملة او الفرق الكبيرة على اعتبار تصريحه هو اني يكون نشوف فيهم هالند في الفترة اللي جاية ولكن كل ده تابع الشتاء وكل ده هنعرفه قريب جدا كلها خمستاشر يوم تقريبا او عشرة ايام مش خمستاشر يوم كمان انا الواحد زكام اثر حتى على بصلة التاريخ عنده كلها عشرة ايام ونقدر نعرف ايه اللي بيحصل بالزبط في مانشستر رونيتد ومين الخارجين ومين اللي حنقدر نجيبهم في الشتوية من اخبار الانتقالات الى اخبار تأجيل المباريات بالنسبة لمنشستر رينايتد. منشستر رينايتد اللي ضربته الكورونا فخليته مش قادر ان هو يلعب المطشوسات بيرنت فورد لانه بيقولك كان متواجد او المتاح من اللعيبة الاساسية هم تسع لعيبة فقط لغير. في حين ان في خبر قبل المباراة وقبل الخبر ده الخبر ده نزل بعد المباراة انه هو كان في تسع لعيبة متحين فقط للمباراة دي. خبر قبل المباراة كان بيقولك ان اللعيبة اللي جاية من مباراة نورويتش كلهم سلام ما فهمش اي شيء ما يعني طب ازاي مقدرش منشستر رونيتد ان هو يلعب هل هي احترازية مش اكتر ولا اقل لكن اعتقد ان الخبر الاوضح ان هو حتى الفريق الاساسي ضربته الكورونا فبالتالي مقدرش ان هو يكمل النصاب ان هو يقدر يلعب قصاد برينتفورد ولكن بعدها قلينا ان هو بيقولك حيلعبه قصاد برايتون واول تدريبة كانت بعد مباراة برينتفورد كانت يوم الاربع فيها اربع لعيبات تم اعادتهم الى منزلهم على طول مباشرة ماكملوش حتى منهم مسكوت مكتبوناي بيقولك ماكملش نص ساعة في التدريب يعني ماكملش نص ساعة في منشستر رونيتد ميش في التدريب هو ما تدربش اصلا نص ساعة ورجع تاني على بيته فطبعا غالبا برضو ان هم كانوا بسبب الكورونا فبالتالي فيه مطشين يتأجلوا ايه تأثير ده على منشستر رونيتد اكيد مطش برينتفورد كنت يعني سعيد بتأجيله لان بيدي منشستر رونيتد وقت ان هم مع المدرب بقى ان هم يتعرفوا على بعض وان كان زي ما بقولك كان ساعتها الاخبار اللي طالع ان الفريق اللي جاي من نوروش كلهم سلام ما فهمش اي حاجة وانهم يقدروا يلعبوا المباراة فبالتالي قلت ماشي هو يمكن احترازيا فأجله المباراة دي فبالتالي ده وقت ان هو يتعرف الفريق والمدرب على بعض لكن لقيت ان التدريبات بيقولك ان هي تدريبات فردية وما فيش التحامات وما فيش تجمعات فبالتالي هي بقيت نقمة على المدرب هو انت ازاي هتلعب مباراة بوريتون وانت اللاعبة اللي عندك مش قادر ان انت تعمل بها تقسيمة تلعب مع بعضها او تطبق افكارك عليها جات مباراة بوريتون اتأجلت وهنا بقى حسيت لا ان الموضوع بالنسبة لي لا بقي نقمة على مانشستر رونايتد على ما يعود مانشستر رونايتد فبالتالي اللعبة دي عايزة تسخن من تاني لان خلاص هي بردت بانها تركت التدريبات وتركت المباريات وانت كرالف والمدرب عايز لسه تراجع معهم تاني زي اللي هو ايه بص قبل الامتحان الواحد بيبقى خلاص مركز وفي سبوع الامتحان مركز جدا ان هو يذاكر وان هو يحفظ معلوماتك ولكن لو جيت اجلت له الامتحان ده وقلت له الامتحان بعد شهر هتلاقي ان هو بيفقد التركيز في الوقت ده فده اللي حصل مع الفريق خوفا من فقد التركيز بسبب تأجيل المباريات بل بالتالي ان هو فيه كلام ان احنا مش هنلعب في البوكسنج دي وفيه كلام الدور الانجليزي ان هو الجولة العشرين اللي هي الجولة اللي بعد اللي جاية جولة البوكسنج دي اللي هي اللي جاية واللي هي حاجة من تقاليد البريمير ليج وعايزين يلعبوها مش هتلاقب وحتأجل لكل الفرق فبالتالي احنا هيبقى عندنا اربع مقشات متأجلة على فكرة جولة البوكسنج دي كله حيلعب يوم ستة وعشرين احنا هنلعب يوم سبعة وعشرين ما عبر لي فممكن تتأجل عادي لان البوكسنج دي هيكون تم خلاص بالنسبة للدوري الانجليزي وبناقص منشستر رونايتد اللي هو مش قادر ان هو يلعب المباراة بتاعته فانا شايف ان الموضوع اني لما بيقول خصوصا ان الدوري الانجليزي باصص طبعا للفلوس وباصص لكل حاجة زي ما بيقولوا ايه كل حاجة غير لعبته غير الصحة النفسية والصحة الجسدية بالنسبة للجماهير وبالنسبة للعيبة ومش عايز يأجل الدوري الانجليزي فبالتالي ده هيبقى نقمة عليك الفرق هتفرق عنك في النقاط انت حتبقى كفريق بارد ولسه عايز يرجع ياخد حساسية المباريات والتدريبات فده يعتبر نقمة على منشستر يونايتد وزي ما قلت لك الدوري الانجليزي ما بيدعمش الفرق وده حصل لما شفناه في 2020 لما ان الشركات الاعلانية والشركات اللي بتعرض المطشاط وقعت غرامات على الاندية عشان الدوري ما خلصت في الوقت بتاعه وانت بتتكلم في دوري هيكون يعني ايه موسلك كده لو تعطل يعني شوية هيوسلك للدوري اللي بعده وحيوسلك في كاس عالم حيوسلك في دنيا بتتلعب ورا بعضها ونرجع لموضوع كنت قلتقولك قبل كده في فيديو قبل كده ذكرتقولك ان احنا ممكن نبقى نشوف تلات اربع سنين متواصلة من الكورة ما فيش اي راحة بالنسبة للعيبة دي بتستغلهم بطريقة ممكن نقول زيادة عن اللزوم ووفر جدا وتلاقي ان في لعيبة فعلا بتجهد ولعيبة ما بتقدرش تقدي واحنا لنا في الدوري اللي فات برضو نظرة ان بدايته كان تريقين زي منشستر رونايتد ومنشستر سيتين ان هم وصلوا لمراحل متقدمة او لاخر مرحلة كمان في المسابقات الاوروبية كانوا مجهدين جدا وخدوا وقت اطول من بقية الفرق وما بتدوش الدوري الانجليزي مع بقية الفرق بسبب انهم مخدوش راحة فكل دي عوامل مؤسرة ولكن زي ما قلت لك انا شايفها ان هي عامل بصراحة سيء لو الدوري توقف هيبقى الموضوع اللي انت فيه عليك كل ولو الدوري ما توقفش هيبقى نقمع عليك انت فقد لغير وان كنا شوفنا ان توتنهام رجع امبارع ولعب وصاد ليفربول مطش قوي جدا وتوتنهام كان ليه فترة ملعبش كورة لكن نسبنا من الموضوع ده والخبر ده ونخش على اخر حاجة معانا وهي قرع الدوري ابطال اوروبا قرع الدوري ابطال اوروبا اللي تعادت تاني بسبب مشكلة وخطأ كبير جدا وجسيم حصل فيها واني كورة مانشستر رونيتد ما تمش اختيارها عشان تواجه اتلتكو مادريد او تواجه كورة اتلتكو مادريد ما كنش من الخيارات اتلتكو مادريد هو ما ما تعدش اللي هي قرع الدوري ابطال اوروبا بسبب ان احنا طلعنا قصاد فيا ريال لان الخطأ ده تعدل في وقتها وان انت عدت القرعة تاني وطلع مانشستر سيتي ولكن انت ما تحطتش في الخيارات بتاعت اتلتكو مادريد وعدت وده بيخليك تقول ان هو لو كنا قصاد فيا ريال ما طلعش منشستر رونيتد اصلا لاتتسحبتش الكورة بتاعتو وتسحب حد تاني كان الموضوع هيعدي يبقى فيه غلطة من الاساس زي ما بنقول في البيانات المتخلة للكمبيوتر لان بيقولك ده بيانات بيختارها الكمبيوتر احنا ما فيش غير ان احنا بندخل البرنامج ده او يعني بنغزي الكمبيوتر بالبيانات وهو بيبتدي بقى يدينا الاحتمالات لان فيه فرق ما ينفعش تلاعب فرق تانية وهكذا فبيبقى فيه شوية احتمالات معينة بتحصل في وقت معين فبالتالي فيه خطأ في التغذية من اصله ازاي ان فيا ريالي قابل منشستر او تحط كورة منشستر رونيتد اصاده وازاي في نفس الوقت اتلتكو مادريد ما تتخدش اصاده كورة منشستر رونيتد ده بيخليك تفكر ان هو ممكن يبقى فيه تلاعب في القرعة وده شيء تم تأكيده قبل كده ان هو كان بيحصل تلاعب في قرعة دوري ابطال اوروبا لكن اتعادت القرعة فيروح يقابل اتلتكو مادريد اللي هو ما تسحبتش كورة منشستر رونيتد اصاده يقابل منشستر رونيتد طيب ايه رأيي في القرعة بالنسبة لقرعة باريس وبالنسبة لقرعة اتلتكو مادريد بالصراحة شديدة انا شايف الفرقتين واحد هتقول لي ازاي انت شايف باريس سان جيرمان زي اتلتكو مادريد هقولك ان انا شايف اسلوب بوكوتينيو واسلوب سيميوني اللي اتنين بيعتمد على الدفاع بس في فارق طبعا ما بين الفرقتين بوكوتينيو لما بيجي يلعب اي فرقة كبيرة او اي فرقة شايف ان هي ممكن تقدر تستحوز عليه وخصوصا ان هو كده تحس عنده في مشكلة في التعامل مع النجوم خصوصا الخط الامام ان هو ما بيرجعش ساند الدفاع وخط النص وتحس ان فريق باريس سان جيرمان مقصوم كده نصين فهو بيلجأ الى الدفاع وبيلعب على الهجمات المرتدة وخصوصا انه عنده السرعات الكافية وعنده المهارة الكافية اللي تؤهله يعمل كل ده لكن الناحية التانية ده اسلوب حياة بالنسبة لسيميوني واتلتكو مادريد ان هم يدفعوا ويلعبوا على الهجمات المرتدة لو تيجي تقول لي مين الاحسن اقولك اقابل اتلتكو مادريد احسن ما قابل باريس سان جيرمان لان باريس سان جيرمان عنده الجانب الهجومي يعتبر عالي واذا قدر ان هو يخطف منك كورة او يقطع منك كورة هيقدر ان هو يعمل معاك حاجة التاني حاجة باريس سان جيرمان وصاد منشستر رونيتد باريس سان جيرمان ممكن يسيطر على فترات المباراة وشوفنا ده قبل كده باريس سان جيرمان مع بوكوتينيو قدر الموسم اللي فات ان هو يخرج برشلونا ويخرج بايرني ميونيخ بالاسلوب الدفاعي قبل ما يكون هو مسيطر على المباراة لكن لما تيجي تبص الاتلتكو مادريد اتلتكو مادريد قصاد الفرق الكبيرة كلها بياتا قهقر للخلف بل انه الموسم ده مش كويس جدا حتى مباراة قصاد بورتو انا اتفرجت على بعض منها بورتو كان بصراحة يعني اقول لك ايه هو ما كانش باقي غير الجوم بتاع بورتو يصعد مع اللعيبة ويبقوا ويبقى معاهم في نص ملعب اتلتكو مادريد مش في نص ملعب اتلتكو مادريد بل حوالين 18 بتاعت اتلتكو مادريد فبالتالي هو كان فيه هجوم ضاغط زيادة عن اللزوم من بورتو لانه كان متأخر في النتيجة واحد لشيء فبالتالي كنت بتلاقي كل شوية هجمة من اتلتكو مادريد اللعيبة 3 و 2 منفردين بالمرمى وده خطأ من بورتو ان هو مش مأمن دفاعاته ان هو سايب مساحة كبيرة وطبعا اللعيبة اللي عنده في الدفاع نهياش لعيبة بتمتاز بالسرعة فبالتالي بيقدر اتلتكو مادريد ان هو يوصل قدام لمراحل الخطر او اللي انه يهدد مرمى بورتو لكن لو تيجي تبص الله انت تقدر تسيطر على اتلتكو مادريد انت تقدر ان انت تستحوز اصاد اتلتكو مادريد وتمتلك الملكة دي ما عندكش الاندفاع اللي كان بيعمله بورتو لأ عندك توازن ما بين الدفاع والهجوم بتقدر ان انت بنشوف مع رالف ان انت بتقدر تستعيد الكورة كويس جدا وبتقدر تدافع نوعا ما كويس جدا ولكن ماتش لسه شهر اتنين ما عرفش ساعتها حتكون انت تشربت اسلوب رجنك اكتر من كده وافضل من كده فبالتالي تكون الكفة ميلة اكتر ناحيتك ولا نشوف ان اتلتكو مادريد بيستعيد بعضا من قوته وان كنت شايف ان حتى لو اتلتكو مادريد استعاد بعضا من قوته احنا لنا في الموسم اللي فات يعني نظرة بص على ماتش تشيلسي واتلتكو مادريد اتلتكو مادريد كان في عزه وكان في احسن حالاته وكان بيتقال ان اتلتكو مادريد هيقصي تشيلسي ويقدر ان هو يعدي وان تشيلسي على قد يد اتلتكو مادريد لكن استطاع تشيلسي ان هو يفوز ذهابا وعودة لان ما كانش تشيلسي اقوى من اتلتكو مادريد او ده مش السبب الاساسي السبب الاساسي كان سيميوني ذات نفسه اللي لعب على الدفاع وعلى التقهقر للخلف وساب الكورة تماما لتشيلسي فانا بالنسبة لي اواجه اتلتكو مادريد افضل بكتير طبعا من نواجه باريس سان جرمان اللي حيواجه ريال مادريد واللي ممكن نشوف ان راموس بيلعب قصاد فرقته القديمة زي ما بيقولوا بيسجل فيها مثلا بعض الناس قالت لكم ويسجل فيها في المباراة لكن الناس تجهلت حاجة ان في حاليا اخبار بتقولك ان ان بابي غالبا في يناير ممكن يروح ريال مادريد لان باريس سان جرمان مش عايز يخسره بدون اي فلوس ويكسب من وراء اي حاجة فابقى ساعتها راموس بيواجه فريقه القديم وان بابي بيواجه فريقه القديم اسف جدا ان انا طولت عليكم في الفيديو ده بس مستني منكم اراءكم في الكومنتات تقولولي ايه رأيكم في اللعيبة اللي عايزة تخرج من منشستر رونيتد مارسيال ومعا كفاني ومعا كمان جيسي لينجرد ايه رأيكم في توقف المباريات بالنسبة لمانشستر رونيتد وهل نوقف الدوري كله ولا لا وهل دي نقمة ولا نعمة بالنسبة لمانشستر رونيتد يعني يقدر استفيد منها ام هتكون حاجة سيئة على مانشستر رونيتد وثالث حاجة بقى مين انت شايفه احسن بالنسبة لنا نواجه باريس سانجرمان ولا نواجه طبعا اتلتكو مادريد بتأسف ليكم مرة تانية ان انا ما قدرتش اعمل فيديو في الفترة اللي فاتت ولكن كانت ظروف خارجة عن قرطتي وان شاء الله ان شاء الله ربنا ما يعيدها ويحفظكم ويحفظنا من كل شر ويخليكم دايما بقتم صحة وقتم حال واشوفكم ان شاء الله في الفيديو جاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته